تائب يقلع عن الذنب ويعزم أنه لن يعود بالكلية إلى ذلك الذنب وحتى لا يعود إلى ذلك الذنب هناك مؤشرات يعني الذي يشرب الخمر ويتوب منها إذا أبقى إبريق الخمر في بيته وأبقى كاسات الخمر في بيته هذا ليس تائبا الذي ينظر إلى مواقع الرذيلة إذا أبقى المواقع يعني معدة على جهازه وإذا أبقى طرق الدخول إليها متوفرا بين يديه هذا ليس بتائب التوبة بدها تحتاج إلى إقلاع عن الذنب وعزم على عدم العود إليه حتى يعود اللبن في الضرع شاب ابتليه بشرب المخدرات دله على ذلك أصحاب من السوء تاب إذا بقي يجالس هؤلاء فليس بتائب إذا بقي يذهب إلى نفس المكان الذي كان يجلس فيه تلك الجلسات ولو لم يشتناول المخدرات الآن بس قال أنا أجلس فقط أجلس هذا ليس بتائب تذكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي قتل مئة نفسين قال له العالم إن في الأرض الفلانية قوما يعبدون الله تعالى فاذهب وعبدوا الله تعالى معهم فانتقل من مكان المعصية من بلدة المعصية انتقل إلى بلدة الطاعة في الطريق قبضت روحه وهناك أخذته ملائكة الرحمة بس أنت من أجل أن تتوب من أجل أن تقلع عن الذنب دليل صدقك في التوبة دليل أن توبتك نصوح أن تترك مكان المعصية أن تترك رفاق المعصية أن تترك ما يذكرك بالمعصية إنسان بدخين ترك التدخين حتى الأطباء يقولون إذا كنت تريد أن تترك التدخين حقا إذا كنت تريد أن لا تعود إلى التدخين حقا واحد من الشروط أن لا تجالس المدخنين بس مجرد ما أنت رجل جالست المدخين وهو أشعل سيجارة وضعها في فمه سيعاود لك الحديث الداخلي في الذهاب نحو التدخين ومرة فمرة ستعود إليه فالتوبة الصادقة تحتاج إلى إقلاع عن الذنب وهذا الإقلاع عن الذنب صدقه أن تقلع عنه وعن زمانه وعن مكانه وعن أشخاصه وعن من يذكرك به ومن أجل هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم يقول لا تصاحب إلا مؤمنا أنت من أهل الطريق أنت من أهل السلوك أنت من أهل السير إلى الله عز وجل ما أجلسك مع البطالين ما أجلسك مع الفجار ما أجلسك مع الغافلين ما أجلسك مع اللاهين ما أجلسك مع اللاغين ما أجلسك مع العصات أنت جالس من تجانسه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ورد الضالين فأنت اجلس مع الذين أنعم الله عليهم ولا تجلس مع الذين غضب الله عليهم فتصيبك ما أصابهم من غضب نسأل الله السلام فالتوبة من شرائط التوبة الندم والإقلاع والاعتذار ورد الحقوق إلى أصحابها إن كان الذنب مع الناس